في إطار إطلاق الحملة 22 لمناهضة العنف ضد النساء والذي يتزامن مع 25 نوامبر لهو العيد الأممي لمناهضة العنف ضد النساء نحن كنساء العدالة والتنمية لابد أن نسجل شجبنا لكل مظاهر العنف وتجلياته سواء على المرأة أو على كافة أفراد الأسرة فالمجتمع المغربي قطع أشهرات كثيرة على مستوى الحكومي ومستوى الشريع وهناك صرصانة قانونية جيدة ولكن رغم كل هذه الجهود لابد أن نسجل بأن هذه الجهود غير كافية وتحتاج إلى مزيد من الاجتهاد وتحتاج من الحكومة الحالية إلى مزيد من التبصر وإلى بدل الجهد من أجل يعني تطويق هذه الظاهرة ظاهرة العنف ضد النساء اللي هي ظاهرة مشينة على كل حال ونسجل كذلك من هذا المنبر لابد أن نرفع القبعة ولابد أن نحيي النساء الفلسطينيات اللواتي يعني واجهنا كل أشكال العنف والبطش والتشريد والتهجير وكل يعني هذه الأنواع الهمجية التي يرتكبها لكي ينصهيوني في حق النساء الفلسطينيات وفي حق جميع الفلسطينيين واللبنانيين كذلك تحية إكبار وإجلال يعني للمرأة الفلسطينية التي أنجبت الأبطار والتي ندرت رحمها من أجل القضية ومن أجل الدفاع عن ترابي بلدها ومن أجل الدفاع عن حقوقها التاريخية والتي يعترف بها الجميع كمان نسجل كذلك اعتزازنا بالقرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب النتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الصهيوني على كل مقترفه من إبادة جسدية ومن تعديب وخاصة في صفوف النساء وصفوف الأسيرات ونحن نشاهد وقلوبنا تتقطع ألما لكل المشاهد التي نتلقاها من خلال شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي لكل الأشكال والصور البشعة للنساء للتعديب الذي يطالهن ولي الفتيات والأطفال والشيوخ فتحية إكبار للمرأة الفلسطينية على صمودها وللمقاومة كذلك على هذه الملحمة البطولية التي قدموها وإن تنصروا الله ينصركم فلا غالب لكم ترجمة نانسي قنقر